دعا رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو رئيس تحالف كحولفان بني جانس إلى عقد لقاء لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وجاءت هذه الدعوة عقب تكتل أحزاب اليمين بجسم واحد لتشكيل المركب الأساسي في الحكومة المقبلة هذا وقال نتنياهو إنه ينبغي تشكيل حكومة وحدة واسعة تماشيا مع مطالب الساعة كخطوة ضرورية لمنع الوصول إلى انتخابات ثالثة على حد تعبيره كما واعترف نتنياهو بأنه فشل في تحقيق الفوز في الانتخابات وقال إن تشكيل حكومة يمينية غير ممكن في الظروف الحالية ولا مفر من تشكيل حكومة وحدة واسعة مؤلفة من جميع الجهات